موسيقى اهلا وبرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة بنامجكم حديثا عراقي في منتصف الاسبوع الماضي عرض مجلس النواب الحالي قبل ان يبدأ عطلته عطلته المعرفة جاءت تستمر شهر شهرين مادرين مهم فقبل ان يبدأ عطلته عرض تقرير جداول موازنة عام 2024 طبعا هما سبقوا ان وافقوا على الموازنة الثلاثية اللي هي 23 و24 و25 فاليوم عرضوا جداول موازنة 24 اللي هي هذه السنة الحقيقة عندما تطلع على الارقام وتشاهد واردات العراق تطلع على الارقام واردات العراق والارقام المخصصة لا بد ان يتوفر لديك حكم بان هؤلاء مجموعة من الجهلة ليس لديهم سياسة اقتصادية اوصلوا البلد الى مصيبة كبيرة جدا والدليل الارقام الموجودة في هذه الموازنة في هذه الموازنة دعوني اقرأ ارقام من الورق لان الارقام كبيرة حقيقة هما حاسبيها في دينار العراقي تريليونات حولناها الدولارات فبالتالي يطلع المبلغ هيقولون ان الرواتب تكلف 81 مليار و 144 مليون 81 مليار و 144 مليون هذه رواتب الموظفين ومنحوا يعانات ورعاية اجتماعية فكلها سنويا تلفتها هالسنة 2024 81 مليار و 144 مليون هكذا يقولون بتخصيصاتهم هناك تخصيصات جارية وهناك تخصيصات استثمارية التخصيصات الجارية هم مخصصين يعني 157 تريليون والاستثمارية 55 تريليون عموما الواردات النفطية كلها كل الواردات النفطية اللي جاي للعراق تساوي 101 واردات النفطية اضافة الى واردات اخرى هم يقولون عنها فالمبلغ الاجمالي كلها للواردات 101 مليار و 982 مليون سنويا يعني خلال هذه السنة الـ 24 واردات العراق من النفط وغيرها كل الواردات التي تصل الى العراق قيمتها 101 مليار و 982 عندما تقطع من عدها فقط الرواتب من 101 و 982 تقطع من عدها 81 مليار و 144 يتبقى من الموازنة من الاموال التي لدينا 20 مليار و 838 مليون يعني 20 مليار و 800 مليون والنقل 21 مليار هذا كل المتبقي من عدنا الذي يتبقى بأيديهم هاي بعد ان يخصمون الرواتب ماذا لديهم تخصيصات؟ لديهم تخصيصات الوزارة الداخلية 9 مليار و 108 مليون أنا أتكلم بالدولار مخصصين للدفاع 5 مليار و 727 مليون مخصصين الأمن والدفاع يعني كمجموعة كاملة 32 مليار و 977 مليون قطع الطاقة طبعا كهرباء و ما كهرباء و مشترون غاز و ما عرف منه مخصصين لها 27 مليار و 738 مليون الميليشيات الحشد مخصصين لها 2.691 مليون العجز هم يقولون العجز 44 مليار و 160 مليون حوالي 45 مليار دولار العجز عدما تنظر إلى هكذا يعني طبعا هم حاسبين سعر برميل النفوط سبعين و حاسبي إذا ثمانين رح يزيدنه أصباط عش تريليون وهذه الأصباط عش تريليون تنزل من العجز وبعدين العجز يقل بهذا الشكل لكن هم يقولون انه سياسة العجز حتى هم يتحدثون انه سياسة العجز هذه يعني اللي عرضتها وزارة المالية تحتاج 53% من المصادر المحلية حتى نسددها والباقي مصادر خارجية وهذه المصادر المحلية منها مركزي و مصارف حكومية هم يقولون المصارف الحكومية الرشيد و الرافدين و ماعرف منو رح يوفروننا ثلاثة تريليون إذا هذول كلهم مصارف حكومية توفر لكم ثلاثة تريليون كل هذا من مجموع 64 تريليون دولار اللي هو العجز اللي هو يساوي 44 مليار و 160 مليون دولار كيف ستسددون هذا وأنتو لديكم قيون كبيرة هم يتحدثون عن 12 مليار قرض و ماعرف منو قروض كبيرة هم لا يتحدثون عن الرقم الكبير فبالتالي عندما تنظر إلى الأرقام تنظر إلى هذه الموازنة تجد هؤلاء في وادي والموازنات والناس التي تقود الحياة الاقتصادية في العالم كلها في وادي آخر يعني عندما تعتمد على المصارف بهذا الشكل وتخليها تمول 53% من العجز عندك يعني هذه المصارف ميتة لا تستطيع أن تفعل شيئاً لا تستطيع أن تساهم بالحياة الاقتصادية لأن أموالها كلها وأرباحها تخصص لسد العجز لن تستطيع أن تستثمر بأموالها في اتجاهات أخرى إذا انخرجتها هذه فقط الرواتب أنت تدفع حوالي 82 مليار دولار تدفع من مجموع 101 أو 102 مليار دولار تأتيك موارد هذه كارثة كبيرة هذا التراهل الكبير وين الاستثمارات وين البناء وين التخطيط حتى الشركات التي تأتي الاستثمار يعني ألا تريد أموالها ألا تريد أن تربح ألا تريد رؤوس أموال التي تشتغل بها ما ظلت هذه الشركات التي سلمك على المفتاح وترهن الشركة لمدة 20 و 30 و 50 سنة حتى تطيكيها بعدين ورح تطيكيها خراب مثل عقود النفط عقود التراخص للنفط خمسين سنة ومئة سنة وبعد الخمسين سنة ومئة سنة خمسين سنة ومئة سنة ماذا ينطلق؟ هذا البير النفط رح يبقى به نفط؟ ما هم رح يعني لا يبقون فيه قطرة واحدة وبالتالي أسعار النفط هذه اللي حاسبيها العام بـ 80 دولار ماذا لو نزلت أسعار النفط؟ ماذا ستفعلون؟ كيف يمكن تزديد العجز؟ هذا العجز سيكبر؟ إذن نحن العراق في خطر كبير هذه السياسة الاقتصادية التي تضع موازنة بهذا الشكل كارثة كبيرة على العراق هذه الأرقام تدلل على أن هؤلاء الناس في واد بعيد عن كل وادي فيه تقدم فيه نهوض لأي بلد الحقيقة وبالتالي من يتهم هذا البلد بأنه بلا دولة بلا عقل بلا تفكير بلا سياسة اقتصادية ليس واهما هذا واقع الحال الأرقام تؤكد هذا ما عرضوه من أرقام يشكل إدانة كبيرة لهم بعد 21 سنة من هذه الأموال الكبيرة وبالتالي لدينا هذا العجز لدينا هذه الموازنة لدينا هذه التخصصات بهذه الطريقة مصيبة كبيرة أنت للأمن للأمن والدفاع تخصص 22 مليار حوالي 23 مليار دولار سنويا وأنت شون اللي عندك مصال لك 21 سنة تؤسس بهذه القوى وماذا فعلت للطاقة تخصص لها 27 مليار حوالي 28 مليار دولار وانت فقط للكهرباء كنت مخصص طوال هج سنة وصرفت أكثر من 100 مليار وماذا فعلت كارثة كبيرة هذه الأرقام كارثة كبيرة تشكل الحقيقة وربما هناك يعني من المتخصصين بالاقتصاد سيجدون ثغرات كبيرة جدا جدا في هذه الموازنات وفي هذه الأرقام مع الأسف الشديد هذا واقع الحال وهذه الأرقام تثبت الخواء والخراب الذي عليه العراق مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم الخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استوليكم الله والسلام عليكم